اشتركوا في القناة يا بوليام انها مدير عام القناة الرقمية بالبنك الاهلي المصري يمكن احنا في المؤتمر هنا الكلام اكتر على بالنسبة للسيميز ولكن احنا من ضمن المحاور بتاعة المؤتمر بنتكلم عن موضوع الانوفيشن والانوفيشن هنا بيعني التطوير لو احنا ربطناها بالتوجه البنك المركزي والبنك الاهلي المصري نحو الديجيتاليزيشن او التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الشمول المالي فاحنا منتكلم عن ايه هي الخدمات الرقمية اللي احنا نقدر نقدمها لشركات الاسيميز عامة وبنقدمها طبعا بالنسبة للافراد طبعا والشركات بس النهاردة احنا منركز اكتر على الخدمات اللي احنا بنقدمها للشركات الاسيميز في البنك الاهلي احنا بنتكلم عن ان احنا طورنا الخدمات الرقمية بتاعتنا اللي هي بتتمثل في الانترنت والموبايل البنكي عملنا تطوير شامل في اغسطس عشرين واثنين وعشرين اللي فات احنا يمكن ابتدينا بخدمات الاهلي النتل الشركات ابتدناها في 2010 وطورناها في 2012 في 2017 ضفنا الخدمات المالية والسنة دي ضفنا يعتبر يعني ايه او ريفامب كامل الخدمات للأفراد والشركات ويمكن الخدمات دي يمكن غطى تحتاجات كتير جدا من شركات الاسم ميز نستعرض دلوقتي ان التطوير ده شامل خدمات كتيرة جديدة بالاضافة لتطوير خدمات قائمة وحنتكلم كمان باختصار كده عن ازاي الشركة بتقدر تقدم على الاشتراك في الخدمة دي من خلال الطلب اللي بيتقدم في الفرع وده بيكون من خلال الشخص المفاوض من الشركة هو اللي بيوقع بيقدم الطلب ده في اي فرع من فروع البنك الاهلي ومجرد ان هو بيقدم الطلب بخلال 24 ساعة بالكتير بيكون اليوزر ادي والباسورد رايحين للمستخدمين بتوع الشركة يمكن الخدمات جديدة كتيرة ضفنا خدمات زي سندية للسسمار ضفنا خدمات زي اللي المش محتاجين هو يدخل ويوزر ادي والباسورد في كل مرة لا بيقدر بالبيومتريك بفيس اي دي او بالفينجر برينت ان هو يقدر يدخل على الخدمات دي وقدمنا خدمات ان انا بقدر ان انا نعمل تحويلات عديدة من خلال الشاشة واحدة مش لازم كل مرة ادخل على شاشة عشان اقدر اعمل تحويل وان باي وان لا ممكن اعمل ان انا عندي مجموعة تحويلات اقدر انافزها كلها من خلال شاشة واحدة في نفس الوقت في حاجة اسمها الوان تايم ترانسفر ان انا بقدر اعمل تحويل من غير ما اكون معارف بنيفش قبل كده يمكن كان فيه ناس كتيرة كان بتبقى متدقيقة شوية من الحكاية ان انا لازم كل مرة اعود اعرف مستفيد عشان احاوله لا دلوقت يلا ممكن اعمل وان تايم ترانسفر من غير ما اكون معارف مستفيد مسبقا يعني الخدمات الجديدة دي ممكن نختصرها كده في شوية حاجات سريعة زي ما قلنا كده استخدام المصادع البيومترية والتوتش ايدي اللي هو البيومتر ان انا بقدر ادخل بالفيس ايدي او بالفينجر برينت بغير محتاج كل مرة ان انا دخل الكوربرت ايدي واليوزر ايدي والباسورد حاجة تانية كمان ومهمة جدا ودي كان طلب كتير من الشركات ان انا اقدر اتيح الخدمات المالية دي كلها من خلال الموبايل بانكينج من خلال الموبايل بانكينج أبليكيشن الشركة اي يوزر في الشركة سواء كان يوزر ده ميكر او تشيكر بيقدر يتعامل على الحسابات بتاعته من خلال الموبايل بانكينج ابليكيشن بتاعة البنك الاهلي. فحيبقى شغال يقدر يشتغل من ال ديسك توب من اللاب توب وكمان يقدر يشتغل من الموبايل بانكينج ابليكيشن ويقدر زي ما قلنا بيعمل تنفيذ للتحويلات متعددة لأكثر من مستفيد في نفس في نفس الشاشة سواء كان بيعمل تحويل انترنال جوه حساب تاني جوه البنك الاهلي او يعني الحساب تاني الحساب عميل تاني في بنك تاني داخل مصر. والتحويل لمرة واحدة ان انا بقدر اعمل تحويل لمرة واحدة مغير ما اكون معارف المستفيد ده مسبقا. اه ضفنا كمان خدمة سندية للستثمار فدلوقتي الشركة بتقدر تتعامل مع سندية للستثمار شراء والسردات بتخلال بتاعتنا. اه طبعا شر الشاهدات وربط الودايع بقى متوفر بالنسبة للشركة دلوقتي بتقدر تشتري وتقدر تسترد اه على طول في نفس اللحظة. اه تعديل الشاهدات اه لقدر يسترد زي ما قلنا التبرع للجهات المختلفة. وكمان عملنا خدمة ان انا اقدرتكم منع الموبايل من البراوزر نفسه. طبعا في حاجة اسمها الدياش بوردن انا بقدر الدياش بوردن هو الشكل اللي ظهر قدامي على شاشة الانترنت او شاشة الموبايل باكينج. انا بقدر اكاستمايز الشاشة اللي قدامي دي باي شكل انا عايزه. ممكن اظر الحسابات الاول وبعدها اخلي طالز بعديها اخلي سندية الاول. يعني اقدر اعلع في شاشة دي زي ما انا عايز. ده كانت خدمات جديدة. في خدمات تانية اللي احنا كانت موجودة قبل كده او حصل عليها تطوير شامل. وكافة الاستعلام بقى عن الحسابات والشهادات والوضاع باشكالها المختلفة. صرفنا موضوع تحويل الاموال عن طريق الايبان. فمش لازم انا عارف رقم الحساب بالزبط في ان يفرج هو البنك. لا انا بقدر احاول برقم الايبان. وده رقم بيبيونيك على مستوى كل البنوك في العالم. اقدر احاول ما بين حسابات الشركة طبعا تحويل الاموال للحسابات الداخل او خارج البنك او البنك تاني برا داخل مصري يعني. خدمات فوري كلها متاحة للشركات. اقدر اعمل تعليمات مستديمة بخلال الخدمة. بستعلم عن موقف الشركات اللي انا طلعتها كلها. واعرف ده اذا كانت تحصل ولا ما تحصلش كل التفاصيل بتاعته. فيه موضوع تاني مهم جدا بالنسبة للشركات ان انا بقدر انشئ اي عدد من المستخدمين. يعني لو شركة جاية عندها خمسين مستخدم. انا بقدر انشئ له الخمسين مستخدم دول. يو عنده خمسين شغالين. ويقدر يقول لي اليوزر دول مين فيهم ميكر ومين فيهم تشكر بالصلاحيات المالية المختلفة. يعني اي شركة عندها صلاحيات مالية اه جوه للشركة. عندي واحد بيوافق على حركات لغاية خمسين الف. واحد بيوافق على مية الف. واحد بيوافق على مليون. واحد بتاعه لغاية عشرة مليون خمسين مليون. انا بقدر اطبق كل الصلاحات المالية دي جوه الانترنت او الموبال بتاعت البنك اللي هالك. دي الخدمات اللي تم تطويرها. آآ بعض الشاشات بتاعت الخدمة. دي الشاشة بتاعت اللوجين بتاعتنا. يمكن احنا بس بنستعرض ده شكل الجديد والبنر ده بيبقى فيه الاعلانات اللي بتتغير. يمكن انا هنا حبيت بس ان انا عرض الشاشة دي عشان اقول ان دي بيبقى فيها يوزر جايد. الوزر جايد ده بيشرح كل الخدمات اللي الابليكيشن عندنا بالتفصيل. وشرح مبسط على كل شاشة. بقدر اشوف كل الاسئلة الشائعة واجاباتها ايه? في نفس الوقت عندي ادوات استرشادية لحسابات الوضاع والكروض. عندي آآ مختلفة للقارد. عايز اخد قارد. اقدر اعرف القارد ده ممكن بقيته والمودة تاديه. تمام? في غير كده عندي البرانش لوكيتور. بقدر اعرف اماكن الفروع. واماكن مكان بتاعي. وكمان اقدر اعرف ايه المكان القريب مني. والداريكشن بتاعه اللي هو هوتو جو ازاي ان انا اقدر اوصله بسهولة. في خدمة الاشتراك الذاتي دي طبعا للافراد اللي هو سيلف رجستريشن اللي هو يقدر اي حد بيخش اشترك سيلف رجستريشن مش لازم يروح الفرع. لكن طبعا بالنسبة للشركة احنا بنطلب بس زيارة واحدة عن طريق بتتميلي بيوقع عليها الشخص المفاول بتتقدم في الفرع. ودي بتبقى زيارة الوحيدة للشركة بتعملها لفرع البنك. غير كده اليوزر والباسور بيروحوله على الموبايل وعلى الايميل بتاعه. عندي انا طبعا صفحات التواصل الاجتماعي كلها وفيها كل اللينكات المجموناة عندنا. يمكن شاشة زي ما قلنا ان انا بيبقى مطلوب مني ادخل هوية الشركة اللي هو بتاع الشركة. الكود المستخدم والباسورد. ولانا لو ما فعل خاصية بقدر ادخل بالفيس اي دي او بالفينجر لأي مستخدم يستخدم بتاعتنا. تمام? اه التصديق على المعاملات طبعا اي شركة بتعمل معاملات مالية طبعا فلوس هتبقى طالعة من الحساب بتاع الشركة. فلازم بتاعتم عن طريق الهارد توكن. الهارد توكن ده جهاز وسيطه. اعتقد فيه ناس كتير استخدميته سواء افراد او شركات. وان انا بيدوس بس على زرارة رقم واحد اللي هو الاو تي بي ده اللي انا بحطه على شاشة الانترنت او الموبايل بانكينج عشان او سنتيكت الحركة والحركة تتنفذ اونلاين على طول في ساعتها. وده طبعا مؤمن طبعا هندر بيرسين. طبعا انا بستخدم الجهاز الامان ده بديه فري للشركة باي عدد من عدد اللي هي عايزها. فده بيبقى بدون تكلفة على الشركة. في ممازلات اخرى برضو للشركات ان انا بقدر اقول ان انا اقدر احط اكتر من يوزر اكتر بالمستخدم للتراع والتعامل. بدء امكانية للشركة كمان حسب احتياجات ممكن تكون شركة عايزة تستعلم فقط. ممكن شركة لا عايزة تعمل معاملات مالية جوه حساباتها جوه البنك الاهلي. لأ في شركة عايزة تعمل حسابات برا البنك الاهلي. كل ده المختلفة دي متاح عندنا من خلال بتاعت البنك الاهلي اللي هي الاهلي نت او نبي موبايل. تمام? ممكن انا اول انا اا عندي يوزر معين عايزو يطلع على الحسابات بس. يوزر تاني عايزو يطلع على الشاهدات. يوزر يعمل معاملات مالية بسلطات مالية مختلفة. كل ده موجود جوه الابليكيشن. وان انا بقدر اعمل لشركة واقدر اعمل لكل يوزر جوه الشركة. بمعنى ايه? ان انا ممكن اكون ميديا للشركة دي لغاية خمسين مليون جنيه. ولكن كل يوزر كل مستخدم جوه الشركة. هو ليه سقف مالي معين. ما يقدرش يتعداه. ممكن اقول ان ده بيقدر لغاية خمسين الف جنيه. ده لغاية مليون جنيه. الصلاحات المالية دي كلها بقدر اطبقها جوه الابليكيشن عندي منتهى البساطة. اه في خدمات تانية اخرى مخطط اطلاقها خلال فترة القادمة. ودي يمكن هتفر كتير قوي مع الشركات. اه خدمة المدفوعات ان انا كل مدفوعات اللي هي بتشمل مدفوعات الضرايب والجمارك والتأمينات. دي قريب جدا لحتبقى موجودة جوه الابليكيشن بتاعة الالي نت البنك الاعلي. تمام? في خدمة تمويل التجارة اللي هي ازاي قدر استعلم وازاي اصدر خطابات ضمان واعتمادات مستندية. دي كلها هتبقى موجودة عندي كا انكواري. وكمان بعدها بفترة بسيطة جدا هتبقى الانشيشن كمان موجود ان انا اقدر اصدر كمان من جوه خدمة الاهلي نت او الان بي موبايل. خدمة البلق فايل ابلود دي هتفرق كتير مع الشركات لان دي بقدر اعمل منها تحويل المرتبات ان انا اقدر اعمل بلق فايل الشركة بتتكون فايل عندها وبتابلود الفايل ده على الانترنت او الموبايل بانكيشن. وحتقدر ان هي تصميت الفايل ده اونلاين على طول في لحظتها. هيسمع على طول في المرتبات. سواء في كروت البيرول بتاعت الشركة او في الحسابات سواء جوه البنك الاهلي او برر البنك الاهلي. بحولها على طول اونلاين في ساعتها. تقدر تستفيد كمان من الفايل ده ان تسدد مستحقات مواردين. بدل ما تقدر تعمل تحويل كل شوية وان باي وان. لا انا اقدر جمع كل المواردين المستحقات بتاعتهم عندي الفايل واحد. والفايل ده هصميت الفايل ده هيسمع في كل الحسابات نفس اللحظة. وبعدها كمان هنقدر نحن نعمل كمان اصدار للبطاقات. يعني مش بس البالك فايل ده يبقى للتحويلات او اللحنقدر نعمل كمان اصدار للبطاقات المرتبات او البطاقات من ضمن الخدمات كمان الجديدة خدمات البطاقات نفسها. طبعا انت عارفين ديوقتي البنك الاهلي بقى بيطع بطاقات كرد للشركات. الشركة بيقدر يبقى عندها كرد كارد او كارد او كرد كل البطاقات دي الخدمات بتاعتها اني انا اعمل 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 اكتفيشن اعمل ستة بتاع الكرت. كل ده حيبقى متوفر للشركات برضو دي حاجات في البايبلاين شغالين عليها دي بوقتي. طبعا دي متاحة بالنسبة للافراض. بالنسبة للشركات شغالين عليه الوقتي. واحتقطع قريبا ممكن قبل اخر السنة دي ان شاء الله. الخدمات دي طبعا بتدي ايدج جامد اول للخدمة. واعتقد ان بالخدمات اللي شغالين عليها اللي طلعت والخدمات اللي شغالين عليها في بالنغط يمكن تمانين في المية او اكتر كمان من احتياجات الشركات وده بيتماشى مع موضوع التحول الرقمي للبانك المركزي والبانك الاهلي بيهدفه ليه. ده باقتصار نافذة كده عن حتة او التحول الرقمي في البانك الاهلي والخدمات اللي بينها ده نقدمها من خلال الانترنت والموبايل بانكينج للشركات. احنا موجودين في البورس اللي برا بتاع البانك الاهلي لرد على اي استفسارات خاصة بالخدمات سواء الشركات اللي مشتركة في الخدمة معنا او اللي عايزت تشترك وعايزت تعرف ايه التفاصيل بالزبط بتاعة الخدمة وتشترك ازاي اه بالتفصيل احنا موجودين في البورس برا اللي رد على استفسارات حضراتكم مع تاته. متشكر جدا وشكرا اللي حضرتكم معكم.